قوات سوريا الديمقراطية تتقدم على أطراف من بيج وداعش ينسحب من عدة قرى بريف حلب الشمالي موسكو تؤكد نقل جبهة النصر 160 من مسلحيها إلى حلب عبر تركيا القوات العراقية تحرر حي الشهداء بالكامل جنوب الفلوجة القوات الحكومية الليبية تتراجع عن منطقة كانت قد حررتها سابقا قرب السرط موسيقى أهلا بكم إلى الميدانية من الميادين وفي ميادينها لليوم من الميدان السوري رضا الباشا من حلب ومن الميدان العراقي عبدالله بدران من بغداد ومن الميدان اليمني أحمد زبيبا من صنعاء موسيقى ولمتابعة هذه التطورات ينضم إلينا في الستوديو الباحث والعسكرية سيادة العميد محمد عباس هلم بك سيادة العميد نبدأ من سوريا حيث تواصل قوات سوريا ديمقراطية عملياتها العسكرية باتجاه مدينة منبج في ريف حلب الشمالي شرقي وقد تقدمت القوات باتجاه الأحياء الخارجية للمدينة وفق ما نقلت مواقع كردية وقال المتحدث باسم قوات سوريا ديمقراطية أن موضوع منبج حسم عسكريا وأضاف أن داعش يتخبط في منبج والكثير من المسلحي يفرون ويفخخون المنازل سحب تنظيم داعش قواته من عدة قرى وبلدات بريف حلب الشمالي باتجاه غرب مدينة منبج ووفق مراسلتنا فإن الفصائل المسلحة الأخرى لم تدخل حتى اللحظة المناطق التي تركها داعش خوفا من وجود كمائنة ناصبها التنظيم في المنطقة وكانت الفصائل قد تمكنت من فك الحصار عن مدينة مارع بريف حلب الشمالي وإعادة فتح الطريق بينها وبين مدينة إعزاز الحرب المستعيرة بين داعش والجماعات المسلحة في ريف حلب الشمالي دفعت آلاف العائلات إلى النزوح من مناطق الاشتباكات بحثا عن مناطق أكثر أمانا مخيم روبار قربات الرفعة كان وجهة الفارين من جحيم المعارك الميادين جالت في المخيم الذي يفتقر إلى أدنى متطلبات الاستمرار في الحياة لا مناصة أمام هؤلاء إلا اللجوء إلى مخيمات النزوح هربا من الحرب المستعرة بين داعش والجماعات المسلحة في ريف حلب الشمالي آلاف العائلات فرت من مناطق الاشتباكات طلبا للأمان بعدما اشتد القتل العشوائي والانتقام من المدنيين القاتلين في القرى والبلدات الملتهبة مخيم روبار في محيطة الرفعة استقبل الباحثين عن حياة أفضل بعدما وفرت قوات سوريا الديمقراطية ممرا آمنا إليه الظروف غير الملائمة للاستمرار على قيد الحياة حكمت على هؤلاء التمسك بحبل الصبر في شهر الصوم وسطا عدام أي التفاتة من المنظمات الدولية الإغاتية على خلاف اهتمامها بمخيمات مماثلة على الجانب التركي من الحدود المعاناة ورحلة القهر والألم تختصرهما هذه السيدة اللعاب التي حملها بعض الأطفال من بلداتهم في ريف حلب الشمالي يبدو أنها لم تكن بمنأة عن همجية المتقاتلين ولكن هذا الطفل يصر على الاستمتاع بلحظات لعلها لن تكون طويلة على أمل العودة إلى الديار الصغيرة هذه غفت في الخيمة المتهالكة في انتظار انتهاء موعد الدرس وسط إصرار بعض المتطوعات على عدم حرمان الأطفال نعمة التعليم على الرغم من الظروف القاسية لقينا صعوبة كثير يعني بيلمهم بيتدريسهم بيتعليمهم وفي طلاب كثير الأحرف يعني هل عندي طالب لازم يكون بعمرس الصف السادس يعني أحرف ما كان يعني طبعا لقينا الجهد كثير كبير بيتعليمهم في كل خيمة هنا حكاية حكاية الهروب من الموت إلى حياة تفتقر إلى أبسط مقوماتها لكن الأمل بوطن من دون حروب يبقى قائما ومن حلب ينضم إلينا مرسل الميدين رضا الباشا أهلا بك رضا داعش يخلي ما يقارب التسع قرى في مارع دعنا في صورة التفاصيل هل دخلت المجموعات المسلحة إلى هذه المناطق؟ نعم وفعلا تنظيم داعش أخلى أكثر من تسعة قرى من أهمها كفر كالبين إضافة إلى كالجبرين وصندف إضافة إلى الصوران أخلاء هذه القرى من قبل تنظيم داعش أعطى للجماعات المسلحة دافعة من أجل التقدم إليها وكسر الحصار عن الفصائل المسلحة ومسلحية الذين كانوا محاصرين في مدينة مارع والجميع يذكر المعارك الطاحنة التي دارت من أجل دخول تنظيم داعش إلى مدينة مارع لكنه فشل في ذلك لعل هذا الانسحاب يأتي بعد حشد الجماعات المسلحة لعشرات المسلحين ومئة المسلحين من أجل فك الحصار عن باقي المسلحين المتوجدين داخل مدينة مارع فعلا دخلت الجماعات المسلحة على الأقل يمكن التأكيد بأنها دخلت إلى صندف وكفر كالبين إضافة إلى كالجبرين وتلالين تمكنت الجماعات المسلحة من الدخول إلى هذه القرى وهي القرى التي مكنتها من كسر الحصار عن مدينة مارع والمسلحين المتوجدين داخل مدينة مارع انسحب تنظيم داعش على ما يبدو بأن تنظيم داعش ليس فقط من هذه القرى ينسحب باتجاه مدينة الباب وإنما أيضا من مدينة منبج جعمل على سحب مقاتله باتجاه مدينة الباب التي لربما ستكون المعقل الرئيسي لتنظيم داعش سواء في ريف حلب الشرقي أو ريف حلب الشمالي في ظل المعارك التي يتعرض لها تنظيم داعش سواء تقدم الجيش السوري إلى محيط مدينة الطبقاء أو تقدم قوات سوريا الديمقراطية لمحيط مدينة منبج والمسلحين الذين يتقدمون إلى مدينة مارع طيب رضا ما الجديد فيما يتعلق بمنبج؟ والتطورات فيها على اعتبار بأن قوات سوريا الديمقراطية قد أصبحت في محيط المدينة فيما يتعلق في منبج فعلا اليوم تقريبا الأوضاع شبه هادئة في مدينة منبج خاصة وأن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا تمكنت من التقدم إلى مشارف مدينة منبج ولم يقصلها عن مدينة منبج أي جغرافيا أو قرى أخرى الآن قوات سوريا الديمقراطية تقف على المشارف الأحياء الشمالية لمدينة منبج إضافة إلى وقوفها على المشارف الأحياء الجنوبية لمدينة منبج الجميع يتوقع أن تكون المعارك القادمة داخل مدينة منبج من جهتين من جهة الجنوب ومن جهة الشمال خاصة وأن تنظيم داعش على ما يبدو بأنه حسم أمره بأن المعارك ستبدأ في هذه المدينة أولا أخلى المدينة من المدنيين ويعمل على السماح للمدنيين والباقين في مدينة منبج بالخروج والطريق أمام هؤلاء المدنيين هو إلى مدينة الباب يوم البارحة نزح أكثر من 20 ألف نسمة باتجاه مدينة الباب إضافة إلى ذلك سحب تنظيم داعش الأسلحة الهامة لديه والثقيلة باتجاه أيضا مدينة الباب وسحب المساجين خمسة حافلات كانت تقل المساجين اتجهت من مدينة منبج إلى مدينة الباب وهذا جميعه يؤكد بأن المعارك داخل مدينة منبج باتت خيار الساعات ليس إلا تقريبا هي الفاصل الوحيد أمام هذه المعارك في هذه المدينة كل شكر لك رضا الباشا مراسل المدين كنت معنا من حلب على هذه المعلومات سيادة العميد ربما هناك أكثر من جبهة لكن دعنا نتوقف عندما حصل في مارع لماذا انسحب داعش من مارع هل هي جبهة ليست مهمة بالنسبة للتنظيم لا كل الجبهات مهمة ولكن فتحت مع التنظيم أكثر من جبهة يعني هناك تطورات على سعيد المعارك مع داعش على أكثر من جبهة في منبج كما ذكرنا قوات سوريا الديمقراطية ووحدات الحماية الكردية وفي الطبقة والرقة لجيش العربي السوري وداعش اعتبرت أن معركة مارع يعني يمكن تأجيلها لأنه معركة مارع بدأت فيها الداعش منذ أسابيع عدة يعني عندما حاول الأتراك توسيع مناطق سيطرة الفصائل المسلحة على حساب داعش وشنوا هجوما باتجاه الراعي هذه منذ عدة أسابيع هنا هذه الراعي شن المسلحون المنطقة المضللة بالأخضر هي للفصائل المسلحة التابعة لتركيا هؤلاء المسلحين شنوا هجوما باتجاه مراكز داعش في الراعي وفي سوران سوران هنا النقطة الحمراء هنا سوران وفشل الهجوم وبالعكس قام داعش بالتوسع على حساب الفصائل المسلحة هنا بغيدين وفي براغيدا وأيضا تم سيطرة على مجموعة كرة هنا كالجبرين وكفركلبين وصنف هذه المناطق واستطاع داعش قطع الإمداد عن مارع يعني هو سيطر على هذه المنطقة بأكملها وقطع مارع عن بقية مناطق الفصائل المسلحة في الشمال طبعا المعارك بالنسبة للأفضليات سلم الأفضليات عند داعش داعش قاتل على ثلاث جبهات أعتقد من ضمن الأفضليات تبعه حاليا هو أن يقلص حجم انتشاره وخاصة يعني يؤجل معركته مع المصائل المسلحة وقد يكون تركيا قد طلبت من داعش ذلك لأن تركيا تنسق عمليا مع داعش فيما يتعلق بختال الأكراد والجيش العربي السوري ومع الفصائل المسلحة فيما يتعلق بكل هؤلاء قد تكون ضمن توزيع المهمات طلبت من داعش يعني أنه وقف عملياته وهو أعتقد أن العملية الحاسمة ستكون في منبج وبعدها الباب وهلأ من عرض الخريطة ثم مع أفرقة وهو سحب مسلحيه يعني هنا سحب داعش مسلحيه من مارع باتجاهين هذا الأسهم البنية هون باتجاه الباب وأيضا سحب مسلحيه من سوران باتجاه الراعي ومن سوران أيضا باتجاه الباب يعني هو أيضا نسحب من مدينة سوران دون قتال هو يسحب مقاتليه للجبهات الأهم لماذا باتجاه الباب سيادة العامية؟ الباب لأنه بعد منبج يعني غرب منبج تقع مدينة الباب والباب أيضا الجيش العربي السوري قريب لها يعني من مطار كويرس الجيش السوري أصبح على بعد خمس كيلو متر من الباب أيضا من جهة نطارك ويرس منذ فترة وصل الجيش العرب السوري هلأ من عرضه على الخريطة الثانية وصل الجيش العرب السوري إلى خمس كيلو متر من الباب من جهة الجنوب وحاليا إذا سقطت منبج يصبح الأكراد أيضا موجودين إلى شرق الباب وتصبح الباب مهدد يعني الأفضلية عند داعش اليوم الحفاظ على مواقعه في الباب والراعي الباب والراعي بانتظار تطورات قادمة إذا لا يمكن الفصل بين ما يحدث في منبج وما حدث من انسحابات في مارك طبعا مرتبط ببعضه أنا بتقديري داعش عندما يتعرض لضغوط ميدانية يقوم بالانكفاء ثم تحضير قواته مجددا وتهيئة قواته وتجهيزها ثم الانطلاق بهجمات معاكسة يعني قد نشهد في الأسابيع القادمة هجمات معاكسة من داعش يعني يعزز مراكزه بالباب ومن الباب يشن هجمات باتجاه الشرق على منبج وباتجاه الجنوب على الجيش العربي السوري يعني هو حاليا لا يستطيع القتال على ثلاث جبهات من ضمن الأفضليات حاليا لداعش أن يقاتل على جبهة الرقة وعلى جبهة منبج طالما تحدثت سيد العميد عن الرقة نتابع آخر التطورات فيها في ريف الرقة يواصل الجيش السوري وحلفائه التقدم باتجاه مدينة الطبقة سار الحاف والتفاصيل أهلا بكم على أبواب منبج باتت قوات سوريا الديمقراطية مقاتلوها بدأوا بالتقدم نحو الأحياء الخارجية للمدينة في الوقت الذي يسارع فيه تنظيم داعش بإخلاء مقاره فيها ونقل السجناء وعواء المقاتلي إلى مناطق أخرى تخضع لسيطرته فالتنظيم أيقن أن المدينة ساقطة لا محالة الدعم الجوي للتحالف الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة ساهم في خسارة داعش لمزيدا من القرى والمزارع حيث آثر مسلحه الانسحاب منها مع ازدياد الضربات الجوية آخر القرى التي سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية كانت في محور ست شرين ليتجاوز عدد القرى والمزارع التي تمت السيطرة عليها السبعين منذ الحادي والثلاثين من شهر أيار مايو الفائت هذه القوات باتت تطويق المدينة من محاور ثلاثة محور ست شرين ومحور قرى قزات ومحور الجبال المطلع للفرات وتركت للمقاتلين محورا رابعا مفتوحا للخروج من المدينة باتجاه عمق المناطق التي يسيطر عليها داعش ولسيما مدينة الباب أما على جبهة الطبقة في ريف الرقى الغربي فيواصل الجيش السوري وحلفائه التقدم باتجاه المدينة بعدما سيطر على مفرق طريق الطبقة الرصافة أثرية واستغارات وقصف مكثف للطيران الروسي والسوري على مواقع داعش هناك مساحة المنطقة التي استعاد الجيش السوري السيطرة عليها منذ إطلاقه العملية العسكرية قبل أيام باتت تتجاوز الستين كيلو مترا الواضح أن الهدف الأول للجيش السوري هو استعادة السيطرة على مطار الطبق العسكري الذي يواصل التقدم باتجاهه وسط الصحراء بالتزامن مع توسيع نطاق أمان الوحدات المتقدمة سيادة العميد فيما يتعلق بمحور أثريا طبق تطاورات في هذا المحور هذا يثير التساؤل لماذا تم الاتجاه نحو محور طبق أثرية ونحو الرقب مجرد أن تحركت القوات الأمريكية نحو منبج أنا في تقديري هذا خيار استراتيجي وهدف قومي استراتيجي للدولة السورية لأنه في هذا الإطار ترد سوريا على ما يحكم من مشاريع سياسية تحضر لسوريا طارت عن تحت عنوان الفيدرالية وطارت عن تحت عنوان مكونات يعني إقامة كونتونات لمكونات الشعب السوري على أساس عرقي أو طائفي هذا هو الرد يعني سوريا ذهابها إلى الرقة أنا في تقديري هو خيار استراتيجي وهدف استراتيجي هام لأنه يرد على كل هذه الدعوات وبالأمس خطاب الرئيس الأسد تحدث عن هذا الموضوع أن سوريا لن تكون إلا دولة موحدة ديمقراطية علمانية يعني هو يؤكد على هذا الموضوع في وقت ارتفع الحديث عن موضوع الفيدرالة سواء من قبل الأصدقاء أو من قبل الخصوم هناك حديث عن مكونات الشعب السوري وقيام أقاليم لمكونات الشعب السوري يعني شو المكونات الشعب السوري سواء كانت فدرالة أو غير فدرالة يعني كله يؤدي في بلد متعدد متنوع طائفيا وعرقيا يعني هي وصفة للتقسيم الفيدرالية في بلادنا وصفة للتقسيم خاصة في البلدان المتنوعة عرقيا وطائفيا لذلك أنا في تقديري معركة الرقة جاءت في هذا الإطار لتقول الدولة السورية أنه ليس هناك مناطق محرمة على الدولة السورية ليس هناك مناطق خطوط حمراء أمام تقدم الجيش العربي السوري والجيش العربي السوري لا زال أيضا في مناطق الأكراد هنا لا زال موجود في الحسكة وفي القامشلي الجيش العربي السوري موجود في هذه المنطقة ليه يقول أن هذه المناطق تابعة للدولة السورية وكل ما يحكى عن مشاريع تقسيم هو مرفوض من قبل الشعب السوري والجيش العربي السوري أي منطقة قادر على التحرك باتجاهها سيتحرك وتأتي معركة الرقبة بهذا الإطار لأنه عندما تحدث الأمريكيون عن موضوع معركة منبيج تحدث الأكراد في نفس الوقت عن الفدرالة وعن وصل الإقليمين الكردي الإقليم في عفرين إقليم عفرين بعين العرب وطل الأبيض هذه المنطقة يريد بعين العرب وهناك وثبة صغيرة من جرابلوس باتجاه عزاز وتصبح هذا الإقليم قائما لذلك أنا في تقديري الأمريكيون نصقوا بين حلفائهم هذا العمر الأكراد يتقدمون نحو منبيج تحت عنوان قوات سوريا الديمقراطية وليس تحت عنوان وحدات الحماية الكردية بالمقابل الأتراك تطلق قيادهم في حلب كما يحصل حاليا وكل العالم يتحدث والإعلام يتحدث عن دخول قوات تركية إلى غرب حلب وإدلب وتشارك في القتال في حلب يعني تم إرضاء الأتراك بموضوع حلب لأن حلب هي طموحات تركية للسيطرة على حلب الأتراك تحركوا بحرية أرسلوا جنود إلى هذه المنطقة أيضا الأمريكيون موجودون في الأقليم الكردي حاليا أو في المنطقة الكردية في مناطق الأقراد في الحسكة والقامشلي وأيضا يقال أن هناك قوات فرنسية وبريطانية أيضا وفي الجنوب هناك قوات بريطانية يعني هناك تدخل لأكثر من قوة لذلك أنا في تقديري الجيش السوري اتخذ قرار موضوع الرقة يمكن كان في البداية ديرزور هي أفضلية أكثر للجيش العربي السوري بعد معركة تدمر حاليا الرقة المعارك يعني نتحدث عن الميدان الجيش العربي السوري يتقدم من إثرية على طريق إثرية الرصافي وأصبح الجيش العربي السوري على بعد خمس كيلومتر هاي النقطة هون هي مثلث هاي النقطة هون هي مثلث الرصافي أو ملتقة طرق الرصافي إثرية والطبقة هاي النقطة هاي الرصافي أشرنا إلى وأصبح الجيش العربي السوري على بعد خمس كيلومتر من هذه النقطة وعندما يصل إلى هذا المثلث تصبح الطبقة على بعد 12 كم من مثلث الرصافي سقوط الطبقة يعني تصبح الرقة مطوقة من جهتين من جهة الشمال من قوات سوريا الديمقراطية التي تقدمت إلى القالطة من عين عيسى إلى القالطة هنا ومن الجنوب الغربي من قوات الجيش العربي السوري التي ستنطلق من الطبقة موضوع التحرك السوري ليس فقط ميداني وإنه له أبعاد سياسية بمعنى أنه كل سوريا هي مناطق مفتوحة للجيش العربي السوري عندما يتمكن من ذلك موضوع منبج كما ذكر المراسل منبج الجيش قوات سوريا الديمقراطية التي عمدها وحرية حماية الشعب الكردي يعني هم يعطوها هذا الاسم كي لا يطيروا حفيظة حلفائهم سواء الأتراك أو السعوديين أن هذه القوات هي قوات عربية الأكراد يساندون عمليا الأكراد هم الجزء الأساسي في العملية لأنه هنا 12 ألف مقاتل وكل الحديث عن خمس تلاف وست تلاف مقاتل هو مبالغ فيه للقوات العربية الموجودة ضمن قوات سوريا الديمقراطية ولكن بالشكل الميداني هذه القوات تتقدم على ثلاثة محاور على محورين رئيسيين من كرة كوزاك باتجاه منبج وعفوا من جهة الشمال يعني الجبال المشرفة على كرة كوزاك هذا السهم المعكوف باتجاه منبج وأيضا من سد تشرين وهناك هجوم محوري وهناك هجوم فرعي من كرة كوزاك باتجاه منبج حاليا طريق جرابلوس منبج تم قطعه على المسلحين من خلال الهجوم الذي جرى من ناحية الشمال الشرقي من ناحية الشمال الشرقي من هنا جرى قطع طريق جرابلوس منبج يعني تم أقفال هذه الطريق على المسلحين ولم يعود عند المسلحين سوى طريق للانسحاب هي طريق منبج باتجاه الباب يعني باتجاه الغرب هذه الطريق باتجاه الغرب وكما ذكرنا في الخريطة السابقة يعني الانسحاب أيضا من مارع باتجاه الباب يعني أنا في تقديري سيكون تمركز أو تجمع الرئيسي لداعش في الباب والراعي ومنها ستحصل المعارك لاحقا طيب اسمحنا سيادة العميد ربما أن نتابع التطورات الميدانية في سوريا حيث أفادت وكالة الإعلام الروسية أن وزارة الدفاع الروسية رصدت تحرك أكثر من 160 عنصرا من جبهة النصر من تركيا إلى سوريا الوكالة أضافت أن هؤلاء العناصر عبروا الحدود لتعزيز الإرهابيين في محيط مدينة حلب وقال مركز التنسيق الروسي المقاتلية الجبهة جاوزوا الحدود في شمال محافظة إدلب تتعرض مدينة البعث في القنيطرة لاستهداف يومي بقذاف الهونة المدينة التي تضم المجمع الحكومي ودوائر الخدمات لمحافظة القنيطرة أحبطت كل محاولات جبهة النصر والمجموعات المسلحة للتقدم إليها التفاصيل مع زميل محمد الخضر قذائف هون يومية تستهدف الأحياء المدنية في مدينة البعث وبلدة خان أرنب المجاورة في القنيطرة جنوب سوريا وحدات الجيش السوري ومجموعات الدفاع الشعبية أفشلت كل محاولات مسلحي جبهة النصر والجيش الحر للتقدم على محور الحميدية والحرية والصمدانية فشل ميداني يعوضه المسلحون بالانتقام من المدنيين تقوم المجموعات الإرهابية المسلحة المنتشرة في قرية الحميدية وفي حرش أبو شبطة والحرية وأجباط الخشب والصمدانية الغربية باستهداف المدنيين في مدينة البعث بالقذائف الصاروخية والقذائف المدفعية والهونات هي نتيجة سمود الأهالي ووقوفهم إلى جانب الجيش والقوات المسلحة قذائف أجبارة المدنيين على التزام بيوتهم لا حركة في شوارع المدينة النموذجية إلا للضرورة وللموظفين في الدوائر الحكومية يرفض الأهالي مغادرة بيوتهم بالرغم من وطأة تلك الحرب يوميا يضربون وقاعدين وصامدين بالبلد الحمد لله رغم القذائف رغم كل شيء صار علينا باقينا بلدنا أحنا بأرضنا وين بدنا نروح ما بيصير غير كاتبورة بالعالمين تشبث بالأرض والبيوت تواكبه حركة خدمات كاملة توفرها محافظة القنيطرة امتحانات جامعية وأخرى للشهادتين الثانوية والإعدادية تكبد المدنيون ودوائر المحافظة خسائر مادية كبيرة لكن لا تراجع في مواجهة المسلحين وكذلك كل فعالياتنا ونشاطاتنا تقام على أرض المحافظة وحاليا العمليات الامتحانية سواء الثانوية أو الجامعية تقام على أرض المحافظة وبكل نجاح وطلابنا أكثر صمودا وأكثر تشبثا بمقاعدهم بأرضهم كل تحياتنا لأهلنا على أرض هذه المحافظة لتشبثهم بأرضهم وعدم تأثرهم أو خوفهم من الإرهاب تكاد جبهات القنيطرة لا تهدأ وحادات الجيش السوري أفشلت عملية جديدة لمسلحي ألوية الفرقان باتجاه كروم جبه عملية تضاف إلى أخرى كثيرة حملت سخبا إعلاميا من دون نتائج على الأرض مئات الأمتار تفصل بين المجموعات المسلحة والأحياء السكنية في مدينة البعث موقع جغرافي جعل هذه المدينة عرضة لمئات قذائف الهاون من مسلحي جبهة النصرة خصوصا في بلدة الحميدية المجاورة في ظل فشل المسلحين بتحقيق أي تقدم على الأرض محمد الخضر من مدينة البعث في القنيطرة الميادين سيدة العميد هذه المدينة أهمية هذه المدينة التي شن المسلحون ما زالت الجماعات المسلحة تلقي بقذاف الهاون عليها نظرة على الخريطة في الزاوية المنطقة المضللة في البنة هي منطقة سيطرة الجيش العربي السوري والمنطقة الخضراء هي منطقة سيطرة المسلحين وجماعة ألويات الفرقان العمليا المبايعين لتنظيم النصرة للقاعدة في بلاد الشام مدينة البعث هذه مدينة البعث لم تتعرض للمرة الأولى مدينة البعث منذ بداية المؤامرة على سوريا ومدينة البعث وبدء المعارك في القنيطرة تتعرض مدينة البعث لهجمات ليس فقط هجمات ساروخية وإنما هجمات برية بهدف السيطرة على مدينة البعث وطبعا صمدت مدينة البعث كل هذه الفترة وحاليا مدينة البعث هي معظم دوائر المحافظة الأساسية حتى المراكز التعليمي موجودة في مدينة البعث طبعا المسلحون مثل ما شايفينها الحميدية وهذه الحرية هن على منطقة التماس مع مدينة البعث الحرية من الشمال الغربي والحميدية من الجنوب الغربي الهجمات تتم من الحميدية باتجاه البعث ومن الحرية ويتم صد هذه الهجمات كما تلاحظ هذا السام الأحمر المعكوف وهون السام الأحمر هاي هجمات فشلت يعني صرهم فترة ما قاموا بهجمات برية حاليا فقط قصف ليس فقط القيام بعملية قصف لمدينة البعث وإنما أيضا محاولات تقدم تم صدها بمجموعية يعني نكتفي بهذا القدر من الملف السوري هل يعني الآن ربما نثب إلى الملف العراقي ولأطلاع الآخر التطورات الميدانية في العراق وتحديدا في معركة الفلوجة حيث أحرزت القوات العراقية تقدما جديدا في الفلوجة بعدما تمكنت من تحرير حي الشهداء بالكامل وأكد المتحدث باسم قوات مكافحة الإرهاب أن القوات العراقية رفعت العلم العراقي على مباني الحي الواقع في جنوب مدينة الفلوجة وأضاف أن قوات الجيش والشرطة ستتولى مسؤولية السيطرة على الحي بعد أن يتم تطهيره من العبوات النسفة بدورها أكد الناطق باسم الداخلية العراقية العميد سعد معا أن عملية دخول الفلوجة باتت ممكنة من كل الجهات بعد تحرير المناطق المحيطة بها بالتأكيد عملية تطبيق قواعد الاشتباك القوات الأمنية العراقية يجب أن تحافظ على المدنيين وفي ذات الوقت هي أيضا معركة الجهد الهندسي يعني في عمية رفع العبوات الناسفة فعملية الحفاظ على المدنيين ومنع استخدامهم كدروع بشرية من قبل داعش الرهابي هذا طبعا تحدي ولذلك قد يبط سير المعركة بعض الأحيان من أجل الحفاظ على أهالينا المتواجدين هناك كاميرا الميادين جالت في المناطق المحررة في الفلوجة ورصدت حدة المواجهات التي عاشتها النعيمية وجسر تفاح تقرير عبدالله بدران مباني مهدمة وأرض ملغومة وزرع محروق هكذا قرر داعش أن يكون حال نعيمية في الفلوجة هنا طرقات ومسالك ترابية جديدة وأرض محررة وخنادق فيها جهازها داعش لكنها أدت فعلا مغايرا بعدما حررتها قوة الجيش الفلوجة أو أم المساجد كما يطلق عليها أهلها ليست في أحسن حال حتى تتحرر خطوات التقدم ليست سريعة فالطريق إلى قلب المدينة تراصفت فيه المتفجرات كما البيوت تمسك القوات العراقية الأرض هنا وتنفذ عمليات مسح أمني لتحديد الطرقات الآمنة لحركة القطاعات العسكرية أهم المحاورة التي تم التقدم هو محور النعيمية هذه البيوتة قدامكم وتقدر تقرب وترى هذه البيوت كلها تم تطهيرها النعيمية مركز شرطة النعيمية المحطة محطة التحلية المعامل هذا بالنسبة للمحور النعيمية تم بالكامل تتحرك آليات الجيش في جنوب الفلوجة في أرض وعرة وبينما كان قبل الدخول حقل ألغام هدف الانتشار ومسك الأرض زيادة مساحة المواجهة مع داعش في جبهة القتال فيها ليس تقليدية ما نواجهها الصعوبات بس للعبوات والقناصين إن شاء الله هذه فترة محدودة مع التنسيق مع الوحدات العسكرية بالقاطع العسكري إن شاء الله مدة عشر تيام إن شاء الله كل شيء من تيام هي إذن حرب الشوارع وإن كانت بلا قواعد لا سقف زمني ولا إفراط في القوة وليس أصدق إنباء من مواجهة التنظيم على الأرض يزيد ذلك وجود المدنيين في الفلوجة صور عديدة دخان وحرب ونزوح ودمار كلها تؤكد أن داعشة مر من هنا وبغداد تحص الخطى لتحرير المدينة وأهلها من تنظيم حكمها لعامين ونصف من الفلوجة عبدالله بدران الميادين ونبقى مع زميل عبدالله بدران مراسل الميادين في بغداد عبدالله ما هي آخر التطورات في الفلوجة خصوصا بعد تحرير جسر التفاحة والمناطق المحيطة بالمجمل بمدينة الفلوجة نعم وفاء منذ أيام والتثبيت يجريه جهاز مكافحة الإرهاب وكذلك فوش طوار الأنبار التكتيك يتاقل أكبر أحياء الفلوجة وهو الجزء الأبرز من حي الشهداء حي الشهداء الثانية كان قتال مستمر مع داعش في جنوب الفلوجة وكذلك كانت مستمرا من قبل جهاز مكافحة الإرهاب وفوش طوار الأنبار التكتيكي وبالتالي اجتاز يعني الشارع الرئيسي وحي الشهداء الثانية كان القتال في شارع المختار وجسر الموظفين وخط البرور السريع اجتاز بعد ذلك القوات الأمنية العراقية خطوط دفاع داعش وثبتت الأرض عند خط السريع وشارع حي الشهداء الأولى الرئيسي الثاني الأولى بالنسبة للمحاور الثلاثية محاور مشاغلة الجهاز وقفحة الدخول هو ينفذ عملية الدخول ويشارك في ذلك الجيش العراقي بمحور مشاغلة رئيسي جنوب شرق اللوجة بتنفيذ عملية الدخول بشكل الرئيس كما ينفذها الجهاز وهو يعني يعتمد على محور يتفرع منه في عملية التفرع هذه ودخول المدينة حسب التقديرات كيلومتران تفصل القوات الأمنية العراقية عن قلب الفلوجة لكن العبوات النازفة ويعني المفخخات وكذلك التلغيم الذي يطال الشارع الرئيسي الذي يربط ما بين الشهداء ونزال باتجاه مركز مدينة الفلوجة هما العائق الأبرز بإضافة لوجود المدنيين التي تتظر قوات الأمنية العراقية أن يخرجوا من داخل الفلوجة وفق المعلومات وبحسب أعضاء في حكومة أعضاء في خلية الأزمة بمحافظة الأنبار فإن مسلحي داعش وأثناء تبادل الاتصالات فيما بينهم يبدو أنهم ثبتوا أسماء بعض العوائل التي يسمع لها بالخروج وبعض العوائل التي يرفض خروجها وأبرز المعلومات تفشير إلى أن من تمكن من المدنيين من الهرب هو العوائل التي لديها من يقاتل مع داعش أو لديها تبرع قامت به لمسلحي التنظيم وبالتالي وفقا للتقديرات 14 ألف نسمة وصل عدد الهاربين لمسلطرة داعش صوب القوات الأمنية العراقية ولا يزال يعني يربو عن 40 ألف نسمة تحت سيطرة التنظيم داخل المدينة نعم كل الشكر لك عبدالله بدران مراسل الميدين على هذه المعلومات سيدة العميد عندما نتحدث عن تحرير حي الشهداء بالكامل ما الذي يعنيه ذلك أشار أيضا الزميل عبدالله إلى تثبيت المواقع بالنسبة للقوات العراقية هل يعني بأن العمليات ستكون أبطى في المرحلة القادمة طبعا المعركة حاليا يعني يتم الحديث عن طباطو وهذا أمر طبيعي يعني المعركة في المناطق المفتوحة تختلف عن المعارك في المناطق المدينية يعني في قتال المدن الوضع يختلف لأنه في المدن أنت بحاجة إلى تمشيط كل الأبنية كل المجمعات السكنية بهدف التقدم يمكن للجيش التقدم داخل المدينة على المحاور بسرعة ولكن يخاطر بترك مسلحين في الأبنية خلفه قد تكون هذه القوات في عملية استهداف قواته من خلال الكماء والإغارات ليلا ونهارا وبالأخص ليلة لذلك أنا في تقديري التباطئ له أسباب منطقية وطبيعية أولا بهدف تمشيط لأن الفلوجة هي عشرات آلاف الأبنية الفلوجة ليست مدينة صغيرة هي المدينة الثالثة بعد بغداد والموصل هي المدينة الثالثة عشرات آلاف عشرات آلاف الأبنية لذلك الجيش بحاجة إلى كنس كنس هذه المناطق كنس يعني أن يتقدم الجيش بوثبات داخل المدينة من اتجاه أو من أكثر من اتجاه وثم قضم هذه المناطق ثم تفتيشها تنظيفها ليتقدم بالوثب التاني إلى مجموعة أبنية أخرى وهذا يستلزم وقتا ولكن المعركة انتهت أنا في تقديري المعركة انتهت المعركة الأساسية انتهت منذ السيطرة على الكرمة في الشمال الشرق على قضاء الكرمة وهذا كان معركة مهمة جدا لأنه الكرمة كانت هي حق حق السد عن الفلوجة وهي خط الإمداد باتجاه الثرثار وأيضا من الجهة الشمالية الغربية بعد السيطرة على السقلاوية كمان أيضا السقلاوية ومحيطة تم قطع الإمداد عن داعش باتجاه الشمال الشرقي هون هذا الإكس والخطوط الحمراء تم قطع الإمداد من هذا الاتجاه باتجاه الخالدية وباتجاه الأنبار غرب الأنبار وأيضا من الجنوب بعد السيطرة على النعيمية بعد السيطرة على النعيمية أيضا جرى كمان قطع طريق إمداد داعش من جهة الجنوب الغربي حاليا مركز المدينة بقيت المدينة المدينة كما ذكرت هي حوالي عشرات آلاف الأبنية يقتضي تفتيش معظمها إن لم نكن كلها طبعا داعش ليس منتشرا في كل هذه الأبنية لأن داعش ليس لديه أكثر من 500 ألف مسلح حدا أقصى هو موجود في هذه المناطق يعني عندما تتوفر معلومات يتقدم الجيش بوثبات ويحرر هذه المناطق تدريجيا وإذا كان الهجوم على أكثر من اتجاه يمكن أن يكون الهجوم من الجنوب تحديدا وممكن أن يكون من اتجاهين وهذا أفضل يعني من اتجاهين يطم ضغط المسلحين بين اتجاهين يعني يمكن أن يكون الهجوم من الجنوب كما حصل حاليا هذا حي الشهداء التي تم تسيطر عليه هذا حي الشهداء هو قريب من مركز الفلوجة وأيضا إذا حصل هجوم من الشمال الشرقي باتجاه مركز المدينة عندها يطم ضغط المسلحين بأصغر مساحة ممكنة سيادة العميد نكتفي بهذا القدر من الولف العراقي نفتح بعد الفصل تطورات الملف اليمني مشاهدين فاصل سريع نواصل بعده الميدانية ابقوا معنا أهلا بكم من جديد إلى ميدانية الميادين ونفتح الملف اليمني حيث تتواصل الاشتباكات في تعز ومأرب وحجة بين قوات الرئيس هادي من جهة والجيش اليمني واللجان الشعبية من جهة أخرى فيما تستمر الطائرات السعودية في الإغارة على محافظتي صنعاء وعمران تقرير زهراء ديراني لا أمل يلوح في الوفق اليمني لوقف الحرب حتى اللحظة وحده السلاح ينطق هنا بما عجزت عنه والسن المتفاوضين وما بين الطلقة وأختها هناك عائلات بأسرها تقتل وتجرح وتشرد تعز صاحة لمواجهة عنيفة بين قوات هادي المدعومة من التحالف السعودي من جهة وقوات الجيش اليمني واللجان الشعبية من جهة أخرى في منطقة الزنوج ومحيط الدفاع الجوي شمال غرب المدينة كما تواصلت الاشتباكات في حياء كلاب والزهراء حيث أكد مصدر محلي حدوث نزوح جماعي لعشرات الأهالي وامتدت حتى ثعبات وجح مالية وشارع الأربعين شرق المدينة وفي حجة غرب اليمن تجدد القصف المدفعي للقوات السعودية على الشريط الحدودي بمديري تيميدي وحرب بحصم مصدر محلي للميادين تابعها اشتباكات عنيفة بين الطرفين بالتزامن مع شن الطائرات السعودية غارة استهدفت منطقة نجرا وإلى محافظة مارب شمال شرق اليمن تحدث مصدر عسكري يمني عن صد الجيش واللجان الشعبية هجمات لقوات هادي على مواقع في منطقة المشجح بمدرية الصروح كما قصفت قوات هادي بالمدافع مواقع للجيش بمنطقة حم ثواب غرب المدينة وإلى شمال شرق صنعاء حيث جبهة نهم تحدث مصدر عسكري للميادين عن شن غارات سعودية على منطقات حريب تزامن ذلك مع قص مدفعي نفذته قوات هادي على منطقاتي حريب ووادي ملح في وقت استهدفت فيه الطائرات السعودية معسكر لواء العمالقة في محافظة عمران شمال اليمن ومن العاصمة اليمنية صنعاء ينضم إلينا مراسل ميدين أحمد زبيبة أهلا بك أحمد تطورات عدة في الميدان اليمني احتدام للمعارك في صروح غرب مأرب لدينا غارات جوية على جيزان ونجران غارات جوية سعودية وأيضا هناك تطورات على الحدود وأخيرا نتحدث عن ميدي وحرد أطلعنا على آخر التطورات في هذه الجمعات نعم وفي مأرب شمال شرقي اليمن المعارك هي احتدمت بشكل عنيف بين قوات الرئيس هادي من جهة والقوات الجيش واللجان الشعبية من جهة أخرى وتحديدا في المنطقة الشرقية من مديرية صروح هناك ثلاثة مواقع استراتيجية كانت على رابط ما بين منطقة المسجح وأطلع الحمراء بالمديرية ذاتها مديرية صروح مصدر عسكري للميادين أكد أن الجيش واللجان الشعبية استطاعوا تطهير هذه الثلاثة المواقع كانت قوات الرئيس هادي تسيطر عليها من قبل وكانت وفق المصدر تقوم من خلال هذه المواقع تقوم بخصف عدد من الأحياء والمنازل السكنية وأيضا مواقع للجيش واللجان الشعبية داخل مديرية صروح الجيش واللجان الشعبية استطاعوا صد هجمات مستمرة على منطقة هيلان وتحديدا جبل هيلان بمديرية صروح باستزامن مع شن طائرات التحالف السعودي غارة جوية على منطقة هيلان بالمديرية الحدود اليمنية السعودية منذ اليومين السابقين وتحديدا في منطقة ميدي وحرض كانت هناك عمليات واسعة للجيش واللجان الشعبية كصد لأهجمات مستمرة للقوات السعودية بالقصف الصاروخي والمسفة على مناطق أطراف ميدي وحرض الغارة الجوية التي قامت بها الطائرة السعودية هي على جبل المخروف بمنطقة نجران السعودية والذي يسيطر عليها الجيش واللجان الشعبية واستمرار للمعارك المتقطعة خلال الساعة شكرا أحمد نعم كل الشكر لك أحمد زبيبة مراسل الميادين في صنعها لهذه المعلومات سريعا سيئة العميدة التطورات في اليمن تقريبا عدنا لما كان الوضع قبل التهديئة منذ خمسين يوما يعني عادة العمليات حاليا العمليات تتنوع أكثر فأكثر من الغارات الجوية إلى محاولات التقدم إلى الاشتباكات والقصف يعني هناك ثلاث أشكال من العمليات لما شاهدناها خلال الخمسين يوم الماضي أولا لنبدأ بموضوع محاولات التقدم حاولت قوات هذه التقدم في غرب مأرب إلى منطقة المجة وفي منطقة جبل هيلان وطم صد هذه المحاولات من قبل الجيش واللجان الشعبية وتقدم الجيش وسيطر على مواقع كانت قوات هذه قد سيطرت عليها منذ حوالي الأسبوعين أيضا موضوع الاشتباكات والقصف يعني القصف والاشتباكات في حراض وميدي هنا أي حراض وميدي في حجي هناك اشتباكات وقصف على هذه المنطقة وأيضا في جنوب تعز يعني تم قصف بير باشا جنوب تعز وتم حرك معمال اسفنش ثم تم قصف قوات الدفاع يعني اشتباكات وقصف في منطقة الزنوج هنا في شمال غرب تعز في شمال غرب تعز وأيضا في منطقة الجحاملية الجحاملية وتعبات شرق تعز هذه الاشتباكات أما موضوع الغارات الجوية فاستؤنفت الغارات الجوية منذ حوالي أسبوع يعني كل يوم نشر غارات جوية حصلت غارات جوية على معسكر العمالقة هنا في مأرب في عمران على معسكر العمالقة في عمران وأيضا قصف على صنعاء قصف على صنعاء ثلاث أنواع من العمليات قصف جوي واشتباكات ثم محاولات تقدم نختم مع الملف الليبي سيادة العميد انسحبت قوات مسلحة تابعته لحكومة الوفاق الوطني من منطقتين أبوهادي والغربيات عند أطراف مدينة سرط في ليبيا كانت قد حررتها من داعش سابقا فيما وصلت تعزيزات إلى مسلحي داعش المتمركزين هناك تقرير دلو الأحددا منطقتا بوهادي والغربيات جنوبية سرط والمحررتان أخيرا من تنظيم داعش على يد القوات الموالية لحكومة الوفاق تقفان اليوم وحيدتين من أي حماية بعد انسحاب قوات البنيان المرصوص ووقوفها على أطرافهما المدينتان الوقعتان على حدود سرط تكون أهميتهما في نسجهم الديمغرافي فقبلتا القذة واللورفلا أكبر وأهم القبائل الداعمة للنظام السابق تقطنان هناك حيث مسقط رأس الرئيس الراحل معمر القذة في مصدر عسكري ليبي قال إن منطقة الغربيات تشهد اشتباكات عنيفة بين قوات البنيان المرصوص وعناصر التنظيم داعش فيما تتواصل الاشتباكات في منطقة بوهادي ساحات القتال لا تخلو من القناصين والسيارات المفخخة أبرز سلاح استخدمه داعش للإجهاز على قوات البنيان المرصوص والتخفيف من خسائره في حربه معها في النوفلية وبوغرين والجردابية قبل فترة أمر قد يعرق لتقدم قوات البنيان المرصوص فالمنطقتان محاططان بالأسلاك الشائكة وقد يخدم داعش كثيرا وهو يرتقب وصول مساعدات عسكرية ضخمة من مدينة هراوة على بعد نحو 70 كم شرق يسرت فهراوة الواقعة تحت سيطرة داعش تضم أكثر من 60 آلية عسكرية من بينها رجمات صواريخ ودبابات وكذلك مئات المقاتلين من مختلف الجنسيات كلها وصلت وهم متمركزون بالقرب من الغربيات والزعفران وظهير معركة ودي الغربيات وبوهادي باتت على الأبواب ونيرانها على الفوهات المساحة التي تراجعت عنها قوات حكومة الوفاق لن يتأخر داعش في ملئها هناك استعادة قاعدة القرضبية الجوية على بعد 30 كم فقط عن مدينة سيرت قد يساعد القوات الموالية لحكومة الوفاق على حسم المعارك المقبلة ولو أن كسر العظم فيها أعصى من أن يتحقق في أيام قليلة سيد العميد كيف نفهم ما يحصل عسكريا في سيرت عمليات كار وفر يعني كثرة الحديث في الأيام الماضية عن تقدم لحكومة لقوات حكومة الوفاق الوطني باتجاه سيرت وهذا الأمر كما كان متوقعا تم جرى إجهاض هذا عمليات التقدم واليوم تحدثت الأنباء عن انسحاب قوات حكومة الوفاق الوطني من قريتين أو من منطقتين منطقة الغربيات هنا غرب سيرت ومنطقة أبوهادي جنوب سيرت ولا تزال الاشتباكات هي منطقة واسعة لا تزال الاشتباكات دائرة هنا ودائرة في منطقة الغربيات يعني هذا اللي كان متوقع عمليا لا تستطيع لا حكومة الوفاق ولا حكومة طبرق حسم المعارك ضد داعش بدون مساعدة دولية أو مساعدة أقليمية حده الأدنى لأنه أولا الجيش الليبي سواء كان في الغرب أو في الشرق سواء مع هذه الحكومة أو تلك هو أضعف من مواجهة داعش يعني داعش في ليبيا أنا في تقديري بعد العراق وسوريا سيصبح الثقل الأساسي لداعش في شمال أفريقيا وتحديدا في ليبيا يعني إذا لم يستطيعوا استرجاع مدينة على الساحل الليبي فكيف بالسيطرة على ليبيا التي تبلغ مساحتها مليوني كيلو متر بربع إذا المعارك لا تزال دائرة في محيط سرط وأيضا لا يزال المسلحون موجودون في صبراطة داعش موجود في صبراطة هنا في أقصى الغرب وموجود أيضا في درنة وموجود في مدينة بنغازي نفسها يعني على طول الساحل الليبي لا تزال داعش موجودة ولا يمكن القضاء على داعش بدون مساعدة دولية يعني أين الجيش الليبي من الجيش العراقي أو الجيش السوري والجيش العراقي مدعوم من قبل التحالف والجيش السوري مدعوم من قبل روسيا وقوة أخرى حريفة ولم يستطع القضاء على داعش حتى اليوم يعني فكيف بمساحة مثل ليبيا طيب سيد العميد وصلنا إلى ختام الميدانية أشكرك كل شكر العميد محمد عباس الخبيل العسكري كنت معنا في ميدانية اليوم مشاهدين لم يبقى لنا سوى التذكير بعناوين النشرة قوات سوريا الديمقراطية تتقدم على أطراف من بج وداعش انسحبوا من عدة قرانبري في حالب الشمالي مسكو تؤكد نقل جبهة النصر 160 من مسلحها إلى حالب عبر تركيا القوات العراقية تحرر حي الشهداء بالكامل جنوب الفلوجة والقوات الحكومية الليبية تتراجع من منطقة كانت قد حررتها سابقا قرب السن نشكر لكم حسن المتابعة للمزيد من الأخبار والتقارير زوروا موقع الميدين على الانترنت الميدين دوت نات وباللغة الإسبانية اسبانول دوت الميدين دوت نات بالإضافة إلى صفحات الميدين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى